وبيحصل كلام حوراً حكينا كده كابتن حكينا كده موقف مشابه كده حصل مع حضرتك قبل ما ندخل برضو في الذكريات والبدايات ومروحك للأهل مرتين وتسيب المقاولين بعد أسبوعين يعني قصة الحقيقة كبيرة بس يعني بما أنه كلام فتح يعني تقول لنا كده مواقف مشابه زي اللي بتعرضو لها لعبتنا في التوقيت ده حصل معاكم وانتو كلعيبة كبار بتجمعوا بعض ازاي بتشدوا أزر بعض ازاي وفرق ده معاكم ازاي حتى بعد كده في اللعبة طبعاً ده يعني احنا زي ما قلتلك احنا تعلمنا من الأجيال القبلينا يعني الأجيال القبلينا ولعبنا معاهم يعني زي الكباتن الخطيب مصطفى عبدو يعني انا مش عايز انسى حد اكرامي سابت المجموعة القديمة دي كلها اللي لعبنا معاهم عامر واحنا كملنا معاهم بقى طاهرة بو زيدو على ميهوب وانا وشوبير وبتدينا ومحمود صالح مرامام يعني ابتدينا كلنا وهكذا الجيل بتاع هاني ودخلنا كله ففي مثلا موقف خمسة وتسعين كنا احنا متأخرين على نادي الزمالك بحوالي 12 بنت كان مستر هولمن اللي مسكنا والدورة حتى كان بنقطتين بس المكسب كان بنقطتين يعني اصعب من دلوقتي المكسب تلت نقطت يعني التعويض اصعب فطبعاً كلنا العباء الكبيرة كنا نروح نقعد مثلاً نتعاشى عند شوبير نتجمع عندي نتجمع عند علعب صادق نتجمع في مكان نتجمع في النادي ولازم بنحفز نفسنا وبنحفز العباء الصغيرين نقول لهم احنا لازم الدورة التانية لازم نكسب احنا وما نبصش على نادي الزمالك أختر واحدة عشيته عنده مين شوبير شوبير بس بقى لاش نتعاشى دلوقتي ايه؟ نحيق شوبير بس قلت دلوقتي كنا على طول بنجمع بعض نتكلم تمالي بصفة دايما اللعباء الصغيرة أنا فاكر كان عندهم يأس شوي يعني يقول لك يا عم بقى الدوري خلاص فكنا بنقعد معهم كتير يا جماعة نلعب احنا ونكسب ومناش دعوة كان الاستاذ على طول متأفل في الماتشات السنة دي وفتدنا نكسب ويحصل دروب للزمالك نكسب ويحصل دروب للزمالك حتى كابتن صالح سيم الله ارحمه واجتبع بنا وقال لنا هل تكسبه ومنكوش دعوه لغاية لما وصلنا فرق سبعة ستة سبعة بونت البتادو هم يتوتروا جدا ووصلنا المباراة كانت المباراة الأنوي الزمالك بتبقى أخر مباراة في الدورة كان لازم نكسبهم عشان ناخد الدورة هم يكفيهم التعادل تسبناهم جنل حسام حسن أحلى سنوات معنا كذب والسنة اللي فاتت اتقررت نفسه السنة فاتت اتقررت صحيح النادي الأهلي كان عادم مؤجلات كتيرة جدا وفرق مصبوط حوالي 15-16 صحيح اللي بتكلم عليه كابتن أسامة أن أولا لازم يكون نوعية لعيبة النادي الأهلي وده موجود لعيبة النادي الأهلي يكون نوعية خاصة تستحمل الضغط وتستحمل نقض الجماهير وده موجود بشكل كبير